أقامت الجامعة الأمريكية فيما دبى حفلة استقبالاً للأستاذ الدكتور مأمون عكروش رئيس الجامعة الجديد والذي تم تعيينه مؤخراً بقراراً من مجلس التعليم العالي حيث أعرب موظفو الجامعة عن ترحيبهم بالدكتور عكروش متمنين له النجاح والتوفيق في فترة رئاسته القادمة ومن جهته رحب رئيس الجامعة بجميع الكوادر الأكاديمية والإدارية وجميع العاملين في الجامعة دعين الجامعة للعمل بروح الفريق الواحد للاستمرار بمسيرة الجامعة وتحقيق رسالتها بتخريج أجيال مسلحة بالعلم وبأحدث الوسائل التقنية والتدريبية على مستوى العالم لافتاً إلى دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي بكافة الوسائل والإمكانات المتاحة